بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم وقفات مع آيات الصيام أدى ستاسع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى هذه اللقاءات مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء يرحب بفضلته في مطلع هذا اللقاء فأهلا به حياكم الله وبركة فيكم فضيلة الشيخ يقول الله تعالى في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قوله تعالى ورود الضمير هنا ضمير المتكلم الجمع بما يشعر فقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن هذه السورة سورة عظيمة وهي سورة القدر لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها ليلة القدر وما اختصت به من بين سائر الليالي الفضل والشرف والعظمة قوله تعالى إن هذا ضمير المعظم نفسه فهو ضمير العظمة وهذا يقال للواحد ويقال للجماعة فيقال للواحد على وجه التعظيم فالمراد به هنا تعظيم جاء بضمير الجمع مع أنه سبحانه وتعالى واحد من باب التعظيم نعم حسن الله إليكم خوزية الشيخ لما سميت ليلة القدر بهذا الأسماء الشيخ في ذلك أقوال أشهرها أنها سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها أعمال السنة ما يجري في السنة يقدر في هذه الليلة كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وذلك أخذا من القضاء السابق المكتوب في اللوح المحفوظ هذا التقدير السنوي هذا تقدير خاص يكتب في هذه الليلة ما يجري في هذه السنة من الأمور التي تجري على العباد أفرادا وجماعات فلذلك سميت ليلة القدر وقيل سميت ليلة القدر لأنها ذات قدر ومكانة عند الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الحديث عن قضاء الله وقدره كونه ركنا من أركان الإيمان كيف يتم الإيمان بهذا الركم من أركان الإيمان فضيلة الشيخ لا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر بمعنى أن تعتقد وأن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بقضاء الله وقدره وأن الله علمه في الأجل وكتبه في اللوح المحفوظ وأن الله شاءه سبحانه وأراده وأنه خلقه وأوجده لا بد من الإيمان بهذه المراتب كلها وهي تسمى مراتب الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ومن لم يؤمن بالقدر فإنه لا يكون مؤمنا لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان وجاءت الأحاديث في أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه لا يكون مؤمنا وأنه سيعذب بالنار كما جاء في الآثار أيضا عن الصحابة وأن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا هل أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر هل أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر فضيلة الشيخ القرآن لا شك أنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما حسب الوقائع وحسب الحوادث لأجل بيان الأحكام للناس ولهذا قال نزلناه تنزيل والتنزيل معناه شيء شيء بعد شيء قال تعالى ورتلناه ترتيل والترتيل هو الترسل في الإنزال لأنه لم ينزل جملة واحدة ولهذا ولهذا لما اقترح الكفار وقالوا لو لا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فلا شك أن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله والقرآن يتنزل عليه بحسب الوقائع وحسب الحوادث لبيان الأحكام والشرائع حتى تكامل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا هو المعروف أن القرآن نزل منجما وأما قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر والضمير يرجع إلى القرآن فقد أجاب العلماء عن ذلك بأن المراد أنزلناه أي ابتدأ نزوله ابتدأ نزوله في ليلة القدر ثم تتابعا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منجما والقرآن كما يطلق على كل القرآن يطلق على بعضه أيضا يطلق على الآية أنها قرآن يطلق على السورة أنها قرآن يطلق على السورة أنها قرآن فمعنى إن أنزلناه أي ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر نعم ما ذكر فضيلة الشيخ من أنه أنزل إلى السماء الدنيا ولا بيت العزة هذا ورد عن ابن عباس ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا نعم فالله أعلم بذلك نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ قول الله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر بما يشعر السؤال هنا شيخ ما المراد به هذا سؤال تفخيم وتعظيم الله أكبر فقوله وما أدراك ما ليلة القدر أي عظمتها وشأنها وفضلها فهذا من باب التفخيم نعم في أيضا قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر أتحدث ثم شيخ عن فضل هذه الليلة العظيمة وأيضا عن معنى قول الله تعالى خير من ألف شهر نعم هذه الليلة ليلة عظيمة وهي خير من ألف شهر يعني في العبادة العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر وألف الشهر إذا قسمت على السنين بلغت ثلاثا وثمانين عاما وزيادة وهي عمر طويل لو أفناه الإنسان كله في طاعة الله فهذه الليلة تعادل هذا العمر الطويل إذا تقبل الله سبحانه وتعالى من المسلم فهذا فيه الحث على اغتنام هذه الليلة وتحريها وذلك لا يكون إلا بالاجتهاد في كل ليالي رمضان لأنها لم تتحدد في ليلة معينة من رمضان كل ليلة من رمضان يحتمل أنها هي ليلة القدر فلذلك يمبغي للمسلم أن يبدأ اجتهاده في ليالي رمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة فإذا استكمل الليالي كلها فلا شك أنه صادف ليلة القدر وأيضا يكون عنده زيادة ليالي من رمضان فيكون حاز على الأجرين قيام رمضان وقيام ليلة القدر أما من اقتصر على بعض الليالي فهذا لا يضمن أنه أصاب ليلة القدر لاحتمالا تكون في الليالي التي تركها فلذلك ينبغي للمسلم أن يجد في الطاعة وقيام رمضان في كل ليالي رمضان من أجل أن يصادف هذه الليلة العظيمة نعم حسن الله إليكم خضية الشيخ ونفع بما قلتم لو تفضلتم شيخ ببيام معنى قول الله تعالى تنزل الملائكة فيها تنزل الملائكة ونروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أقصد بها نعم هذه الليلة تنزل فيها الملائكة من السماء إلى الأرض من أجل إعانة المسلمين على عبادة ربهم وتسديدهم ومشاركتهم في عبادة الله عز وجل فنزول الملائكة دليل على عظم هذه الليلة وشرفها عند الله سبحانه وتعالى وأن ملائكة السماء والمسلمون في الأرض كلهم يشتركون في الاجتهاد في هذه الليلة العظيمة والروح قيل هو جبريل عليه السلام كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين يعني جبريل وقيل المراد بالروح نوع من الملائكة نوع من الملائكة ينزلون في هذه الليلة مع الملائكة وهذا يدل على شرف هذه الليلة وعلى عظم مكانتها وقدرها عند الله حيث إن الله أنزل ملائكته إلى الأرض لمشاركة المسلمين في الاجتهاد بهذه الليلة نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة والتي نشكر في ختمها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجة الدائمة للإفتاء شكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في اللقاء المقبل استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة